للمزيد حول مستجدات أزمة تايوان ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الياس فرحات أهلا وسهلا بك سيادة العميد أهلا بكم استمرار التدريبات العسكرية الصينية اليوم يأتي وفق المتابعين هو رد فعل على زيارة نانسي بيلوسي لتايوان هل تتوقع أن تتطور هذه التدريبات إلى عملية عسكرية؟ من المقرر أن تبدأ هذه التدريبات اليوم وتنتهي ظهر الأحد هي فترة زمنية طويلة بالنسبة لمشروع تدريبات بالذخيرة الحية ومنورات وتتركز هذه التدريبات في ست مناطق بحرية محيطة بجزيرة تايوان التي تبعد عن بر الصيني 140 كم تتضمن التدريبات بشكل غير مسبوك رمايات بالصواريخ على مضيق تايوان وصواريخ تنطلق وتعبر أجواء جزيرة تايوان وهذه لأول مرة تحصل منذ بداية الأزمة بين تايوان والصين يبدو أن هذه التدريبات هي شبه محاكاة لعملية حصار للجزيرة وربما للسيطرة عليها لكن لا يبدو أن الظروف الدولية حاليا مؤاتية لكي تحتل الصين تايوان بهذه الطريقة لكن هذا الضغط العسكري وهذه العراضة العسكرية بما تضمنته من إقفال بعض الطرق التجارية والملاحة في المنطقة ومنوع المرور فيها خلقت جوا من التوتر غير مسبوق في جزيرة تايوان وعملية إخافة وإرهاب لحكومة تايوان وشعب تايوان ماذا عن الموقف الأمريكي؟ هل تتوقع حال وجود تصاعد للتوتر إلى انخراط أمريكي يخلق صدام مع الصين؟ هل تتوقع ذلك؟ إذا كانت نانسي بولوسي جاءت بمواكبة 8 طائرات F-18 أمريكية وثم تركت مطار تايبي لكن لا يبدو أن هناك تحركا عسكريا في بحر الصين الجنوبي للولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الصين كلما ردود الفعل الأمريكية هي تصدر عن وزارة خارجية وتطلب من الصين عدم إثارة الاضطرابات في المنطقة وعدم استفزاز تايوان وشعبها لكن حتى الآن لا يوجد شيء عملي ولا خبر عن تحرك حامل الطائرات أو أي تحرك عسكري أمريكي في المنطقة لردع الصين عن احتمال السيطرة على الجزيرة وهو لا يبدو أنه احتمالا أكيدا لكن ما يشري هو شبه محاكاة لحصار الجزيرة سيادة العميد ما مدأ أهمية الزيارة لبيلوسي بعد صراع طويل حول الاستقلال والضم طبعا جاءت زيارة نانسي بيلوسي وهي في السلطة التشريعية وليس في السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية لكن الصين فسرتها على أنها محاولة أمريكية للاعتراف بانفصال تايوان مع أن الموقف الأمريكي الرسمي يقول أن الصين موحدة لكن نانسي بيلوسي صرت على أن هذا النظام الديمقراطي في تايوان وسوف ندعمه الولايات المتحدة يعني هناك تلاقض في الموقف الأمريكي سؤال أخير سيادة العميد في هذه الزيارة سؤالي الأخير في هذه الزيارة اليوم بيلوسي دخلت التاريخ لكن هل ستخرج تايوان من الجغرافيا؟ باختصار يبدو أن هذه بدايات الخروج من الجغرافيا وليس هناك خروج دراماتيكي من الجغرافيا سوى أن هذه بداية الحصار وبداية خلق جو من الحرب والتوتر حول تايوان وصناعة تأثير ذلك على تايوان وعلى سكان تايوان والحكومة تايوانية المتشددة التي لا تعترف أنها جزء من الصين نعم والعالم لا يحتمل من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد لياس فرحات شكرا جزيلا لك